الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عرف وأبي عبيدة بن الجراح وحمدة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نوّر به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسترده أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نوّر به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسترده أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا اللهم ارضنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ولا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميّتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عتيرا إلا يسّرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارضقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأقراف النهار ابتغاء مرضاتك اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أفطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا بنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالي حل بيننا وبين كل غالي يا ربنا أن تترى ما قد جرى فقص بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وانغض علينا من حماك الأمنع صرادقا من حل فيه يمنع اللهم حرفنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كنفك الذي لا يرام وجعلنا في جوارك الذي لا يخفر ولا يضام اللهم إنا ندرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنفانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا وعاصينا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في رمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين أنا رب العالمين المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة